حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن سوادة عن زياد بن نعيمين عن حبان بن بحن الصدائي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قومي كفروا فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز إليهم جيشا فأتيته فقلت إن قومي على الإسلام فقال أكذلك فقلت نعم قال فاتبعته ليلتي إلى الصباح فأذنت بالصلاة لما أصبحت وإعطاني إناء توضأت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في الإناء فانفجر عيونا فقال من أراد منكم أن يتوضأ فليتوضأ فتوضأت وصليت وأمرني عليهم وأعطاني صدقتهم فقام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلان ظلمني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لخير خير في الإمرة لمسلمين ثم جاء رجل يسأل صدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة صداع في الرأس وحريق في البطن أو داء فأعطيته صحيفتي أو صحيفة إمرة وصدقة فقال ما شأنك فقلت كيف أقبلها وقد سمعت منك ما سمعت فقالا هو ما سمعت ترجمة نانسي قنقر